أيام قليلة تفصل إسرائيل عن الذكرى السنوية لأحداث السابع من أكتوبر والذكرى ليست مؤلمة بالنسبة لإسرائيل بسبب هول الفشل العسكري والأمني فقط بل بسبب بقاء مئة أسير وأسير في الأسر وأكثر ما يخيف نتنياهو هو أنه متهم بأنه عرقل بشكل متعمد على مدار عام كامل محاولات التوصل لأية صفقة ومع نجاحه في البقاء كرئيس حكومة يرى محللون أن التصعيد في الشمال ما هو إلا وسيلة هروبه من هذه الذكرى لدى نتنياهو مقططات أخرى على مستوى المنطقة ككل وليس فقط على مستوى قطاع إذا أفشل صفقة تبادل الأسرة هو لا يريد تشكيل لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ولكن هو يريد جر المنطقة إلى صدام وحرب شاملة في داخل المنطقة لذلك يذهب إلى لبنان تحت عنوان إعادة سكان الشمال ولكن في حقيقة الأمر هو يعمق من الأزمة ويعمق من الصراع ويزيد من حدته وقد يؤدي ذلك إلى التوسع نعو حرب إكليمية شاملة والهروب مقصده من هذا التصعيد لفشله في تحقيق أي أهداف استراتيجية في قطاع غزة فحماس لم تبد وسكان قطاع غزة لم يهجروا رغم كل المحاولات والدمار الذي حققته إسرائيل في البنى التحتية لم يحدث تغيير جغرافي غير قابل للترميم وغزة التي شيعت جثامين قرابة أربعين ألف شهيد صامدة وصابرة بل وتخطط لنهضتها من هذا الجرح فيما قد يحاول نتنياهو في هذا التصعيد ومن خلاله منع تطور العلاقات بين طهران وواشنطن حتى اليوم كان هناك حديث جدي وفعلي ما هي الاستراتيجية التي يتكلم عنها خاصة بعد العدوان الشامل الذي حصل منذ بدء الضرب في الأجهزة ثم العدوان على السواريخ وخاصة يعرفون أن نتنياهو يحاول فقط الآن الاستمرار في بقاء السلطة بدأ الآن المجتمع الإسرائيلي وخاصة النخبة تقول بأن نتنياهو لا يستطيع عودة السكان دون حل موضوع معضلة قطاع غزة من إنجازات نتنياهو التي تحققت حتى الآن هي حصار عائلات الأسرة والتشكيك في أن مطلبها سيدر في مصلحة إسرائيل الأمنية كما نجح في وقد صوت الخلافات بين الجيش والساسة وخفت صوت الخلافات السياسية ولكنه إذ يسعى باستفزازه لحزب الله من خلال قتل المدنيين مع ريفة قدرات الحزب العسكرية لم يحقق بعد هدفه المعلن وهو إعادة السكان في الشمال إلى بيوتهم